بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة التفسير رحلية مرقية الشرائية. النقاردة هنتكلم عن رؤية النمل وبالاخص لو شفنا النمل انه ماشي على كسمنا. هنعرف اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية النمل على كسم الرأي. لما يشوف الشخص ان فيه نمل ماشي. نمل كبير ماشي على جسمه. فمن الرموز اللي بتقوله على اصابة الشخص ده بالحسد. وبالحسد الشديد من ناس مقربين منه او ناس حواليه. لما يشوف الرأي انه فيه نمل ماشي على جسمه وبيسبب ليه قلم وهو ماشي. فمن الرموز اللي بتقوله على مشاكل صحية او اصابة الرأي بازمة اه صحية. كمان اه ماشي النمل على اه جسم الرأي معنى كده ان فيه اشخاص بيتكلموا عنه بكلام سيء. لما يشوف الرأي ان فيه نمل بيخرج من اه فمه فبيكون بشرب خلاصه من كرب شديد او من حزن كان اه بيعاني اه منه. النمل على الجسم كمان احيانا بيدل على ضغط نفسي اللي رأيي هيعيش فيه. لما يشوف الشخص ان النمل ده ماشي على اه دراعه. رؤية المشة ماشي النمل على دراعه او على ايده. فمن الرموز اللي بيدل على كسب مال ولكن المال ده هيكون فيه شبهة اه هرمونية. اه لما يشوف برضو الشخص ان فيه النمل ماشي على اه دراعه كله. اه فمن الرموز اللي بتدلها على ديون او ازمة اه مادية ممكن يمر بيها الرأي. كمان النمل هو ماشي على ايده. اه برضو من الرموز اللي بتدل على انفاق الرأي لاموال يمكن اه فيه امور تفهة او امور غير اه نفعة. اه لما يشوف برضو الرأي انه اه النمل ماشي على ايده فمعنى كده ان الشخص ده بيقوم باعمال مؤزية. اه ممكن اه تأذي اه الاخرين. اه كمان رؤية خروج النمل من الجسم لما يشوف الرأي انه اه فيه نمل بيخرج من اه فمه فمن الرموز اللي بتدل على انه اه الحقيقة قال اه قول اه زور. اه كمان خروج النمل الاسود من الجسم من الرموز اللي بتدل على اصابة الشخص بمشكلة اه صحية يمكن المشكلة دي اه هتستمر اه فترة اه طويلة ولكن اه هيشفى. خروج النمل الاسود من الرأس في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على وجود افكار اه سلبية اه لدى الرأي اه والافكار دي اه بتسبب له قلق وبتأثر على حياته اه بشكل عام. اه كمان رؤية خروج النمل من الفم. اه رؤية خروج النمل من الفم احين بدل على قول اه اه كذب او شائعات اه فعلى الرأي انه يحذر ويرجع مرة تانية عليه الى. كمان خروج النمل من فرج اه اه امرأة اه من الرموز اللي بدل على ارتكابها فحشة او ارتكابها زنب كبير وعليها التوبة. اه خروج النمل اه الابيض في المنام من جسم الرجل اه اول رؤية النمل الابيض من الرموز اللي شوية بتدل على الاستقرار. اه واستقرار في حيات الرأي الزوجية لو كان هو متزوج. النمل الابيض كمان لما يشوف الشخص انه ماشي على اه جزمه. بيكون بشارة ليه بتحقيقه اهداف وتحقيقه طموح كان بيتمنى ان هو اه يوصل له. اه كمان النمل الابيض من الرموز اللي بتدل على اه ظهور فرصة عمل كويسة قدام الرأي لو كان هو بيسعى ليه اه فرصة عمل. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف النمل الابيض على كسمها. فبيكون بشارة ليها بآآ ساعة في آآ رزقها. وكمان حصولها على آآ مال وعلى مال آآ آآ وفير. آآ رؤية النمل الابيض كمان من الرموز اللي بتدل على الاخبار اللي السارة اللي هتسمحها المرأة في الفترة المقبلة. المرأة الحامل لما تشوف ان فيه نمل اسود على آآ كسمها فمن الرأي اللي بتدل على متاعب ومشاكل صحية خلال فترة الحامل. آآ كمان احيانا بدل على ضغط نفسي او حالة نفسية سيئة هي هتمر آآ بيها. النمل الابيض من الرموز اللي بتدل على التحصن آآ في آآ احوالها الصحية بشكل آآ كبير. آآ كمان لما يشوف الشخص انه بيزيل النمل من على جسمه او بينفضه او بيتخلص آآ منه. الخلاص من النمل على من على الجسم بيكون بشارة بخلاص من احزان. وخلاص من هموم وتحسن آآ في حالة الرأي النفسية. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على خلاصه من لو كان هو شخص مديون او عنده كله في الرزق. كمان بيكون بشارة ليه بتحسن في وضعه المادي بشكل آآ ملحوظ. الخلاص من اللي النمل وهو ماشي على جسم الرأي بيكون بشارة بخلاصه من حسد او من اشخاص حسدين او حاقدين آآ عليه. الثالت اللي النمل من الجسم من الرموز اللي اللي بتحمل بشارات بخلاص الرأي من ازمة صعبة كان بيمر بيها او مشكلة كبيرة كان آآ بيمر بيها. المرأة المتزوجة واللي آآ متأخرة شوية في الانجاب لما تشوف ان آآ بتتخلص من النمل من على جسمها فبيكون بشارة ليها بالحمل القريب. كمان الشخص اللي بيعاني من مشاكل صحية لما يشوف انه تخلص من النمل اللي ماشي على آآ جسمه فمن الرموز اللي بتدل على الشفاء وتحسن في آآ حالته آآ بشكل كبير. كمان لما يشوف الرأي النمل الاسود. النمل الاسود لما يشوفه آآ او يزهر آآ في المنام من الرموز اللي بتدل على عقبات او على صعاب آآ آآ يعني آآ ممكن يمر بيها الرأي ولكن هيتجاوزها وهينجح في ان هو يتجاوز الصعاب دي. كمان النمل الاسود من الرموز اللي بتدل على اصدقاء آآ محطين بالرأي لكن الاصدقاء دول غير صالحين. النمل الاسود كتير آآ على الجسم من الرموز اللي بتدل على قصرة الاعداء. آآ كمان احيانا لما يشوف النمل الاسود دوت وهو موجود في العمل فاحين بيدل على مشاكل هتحصل له في آآ عملو. لو موجود في البيت فاحين بتدل على خلافات وخلافات كبيرة هتحصل آآ آآ لي الرأي في آآ آآ منزله. لما يشوف الشخص ان النمل ده ماشي على ديه من الرموز اللي بتدل على مال هو هيكسبه ولكن المال ده هيكون في شبهة حرمونية. النمل على آآ دراعه من الرموز اللي بتدل على ازمات آآ مادية كبيرة هيمر بيها الرائي. آآ كمان النمل برضو من الرموز اللي بتدل على انفاق مال لما يشوفه انه ماشي على ايده من الرموز اللي بتدل على انفاق مال في امور تفهة او في امور مش هتود عليه بالمنفع. ده كده باختصار اهم الرموز الخاصة برؤية النمل على جسم الرائي او خروج النمل من جسم الرائي. آآ اتكلمنا عنه بشكل عام وارفنا امتا بتكون رؤيته محمودة وامتا بتكون رؤيته غير محمودة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.